ايه هو احسن واقوى موبايل تشتريه من 200 دولار ل 230 دولار او بالمصري من 6000 جنيه ل7000 جنيه مصر في البداية بس ازايكم؟ عاملين ايه؟ طبعا كنت نزلت لكم الفيديو اللي فات واللي قابليه عن فئة 5000 جنيه نزلت لكم عن الفئة دي الجديد والمستعمل بتاعها خلونا بقى في الفيديو ده نركز على فئة 6000 جنيه والفئة اللي فيها الصراحة موبايلات نوعا ما افضل بحب حلوين من فئة 5000 جنيه اللي كنت بعاني عشان هلاقي موبايل فيها عادي طبعا ده في سعب الغلاء اللي ربنا يطلعنا منه طبعا في الفيديو ده اجيب لكم اهم الموبايلات من كل شركة بحيث لو انت شخص عندك تفضيل او ماي لنحية شركة معينة تلاقي الموبايل المناسب بالنسبة لك وانا عن نفسي لو موبايل كويس هقولك اشتريه لو مش حلو هطلعه بالشركة بتاعته بارة ترشيحات خالص زي ما بنعمل كل مرة في البداية بس بفكرك لو بتنسى تعملي اللايك على الفيديو ده اللايك ببلاش ولكن بيدعمني ويفرق معي جدا ولو اول مرة تشوفني بقى هتشترك في الفرنة وش مشترك عشان يوصل لكل جديد اول بول انا وعمر من قناة أوبي تيك ويلا بينا على اقوى موبايل في فئة 6000 جنيه في 2023 يلا بنا ما تنسوش بس في بداية الفيديو تكتبولي تحت في التعليقات لو عايزين ترشيحات لفئات تانية انزالها بعد الفيديو ده وكملوا الفيديو طيب في البداية بس عايز افكركم ان انا هذكر الاسعار بالدولار وبالجنيه المصري بالدولار اللي اخواتنا اللي بيشوفونا من برا مصر وعشان لو حصل تعويم بعد الشر يعني طبعا الاسعار اللي بالمصر هتختلف ولكن بالدولار سابت تاني سبب ولاني هذكر ثلاث انواع من الموبايلات موبايلات بشكل رسمي بالسوق المصري معاها الضمان المحلي وكل حاجة موبايلات موجودة برضو في مصر ولكن بضمان دولي هتاخد ضمان بس من المحل اللي هتشتري منه وموبايلات موجودة بس برا مصر لو لك حد بيجيبها لك من برا او لو حد بيشوف الفيديو ده من برا مصر يقدر يجيب الموبايلات دي بسهولة يلا كفايا راغي كده ونخش على طول على اول شركة معانا واي شركة واوي هووي اللي بصراحة ما لقيت لهاش غير موبايل وحيد وحتى الموبايل ده كانت عيوبه بالنسبة لي كارسية والموبايل ده هو النوفا واي تسعين الموبايل ده لو قدامك ما تشتريهوش لان عيوبه كالتالي اولا شاشة من نوع اي بي اس والاي بي اس طبعا كواليتي الالوان بتاعتها بتكون اقل من الالوان الامونت تاني حاجة واهم نقطة ما عندكش خدمات جوجل بشكل رسمي فسواء البلاي ستور او جوجل بلاي او اي خدمات تبع جوجل هتطار تنزلها بشكل منوالي او شكل يدوي فممكن الحوار ده يعرف ناس كتير جدا تالت عيب هو الصوت مونو سبيكرز بس مش استيريو سبيكرز فصوت بيطلع من جهة واحدة بس فمش بيكون اعلى حاجة رابعا ما عندكش جيروسكوب في الموبايل ده والسنسور الخاص بالحركة خامسا الكاميرا السيلفي هنا ده هضعيف نوعا ما وكل العيوب دي والموبايل بسعر النسخة الماتة من عشان جمسعة تخزين وستة جيجا بايت رام بمتين وعشرة دولار يعني بالمصري سبعة تلاف جنيه فشركة واوي برة ترشيحات خالص نفسي يا الله دخلها حتى بس مش لاقي بباقي العيدل تاني وتالت شركتين معانا هي اونر ونوكيا الشركتين دول دورت كتير جدا ما لقيت لكوش موبايلات فيها هتستحق انك تشتريها في الفئة السعرية دي فالشركتين دول مشكورين حصلوها هو يلا برة ترشيحات خالص كده حلو كده انطلع الشركات الملاش لازمة برة بدري بدري رابع شركة موجودة معانا في الفئة دي وهي شركة فيفو فيفو اللي عندها مبالات كويسة جدا ولكن الاسف اسعارها في مصر مؤخرا ما بقتش احسن حاجة والموبايل الوحيد اللي موجود من فيفو والفئة السعرية اللي بنتكلم عنها دي هو الفيفو V23E الموبايل ده مميزاته كالتالي اولا المعالج قوي الهيليو G96 من اقوى المعالجات اللي عندها لحد سعر 230 دولار تاني حاجة شاشة من نوع اموليد بالوان بقى وتشبع ممتازين جدا تالت حاجة كاميرا خلفية 64 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 50 ميجابيكسل اداءها ممتاز رابعا شاحن صاروخي 44 واط وخامسا وجهة فيفو الخفيفة جدا الفانتاتش او اس اللي هتحسك كده ان الموبايل بيطير في ايدك فموبايل حقا مليا مميزات ولكن لا يعيبه غير 3 عيوب فقط اولا البطارية الصغيرة جدا بمعايير النهاردة هي بطارية 4050 ميلي امبير اور فبلا عافية هتديك من 6 ل 7 ساعات استخدام متواصل فلو استخدامك خفيف او متواصل هتنفعك ولكن لو استخدامك تقيل هتشحن الموبايل اكتر من مرة في اليوم الواحد تاني حاجة تردد الشاشة 60 هرتز بس فمش اسلس حاجة لان في شاشات اسلس من كده قدام هنلاقي 90 و120 هرتز تالت حاجة الصوت هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز برضو الصوت بيطلع من جهة واحدة بس والموبايل ده سعره للنسخة 120 جيجا مساحة تخزين وتماني جيجا بايت رام من 7000 ل7100 جنيه مصري يعني حوالي 230 دولار بالزبط فشركة فيفو مش هطلعها بره ترشحات لان الموبايل الصراحة ممتاز لا يعيبه من وجهة نظر العيب الاكبر سوى البطارية لو تمشي معاك فالموبايل ممتاز خامس شركة وشركة انفينيكس انفينيكس عندها موبايلين ممتازين هتر تشتريهم في الفئة السعرية دي اولا هو الارخص فيهم هو الهوت 20 اس او الهوت 20 اس الموبايل ده بصراحة ليه مميزات كتير اولا المعالج الممتاز الهيليو جي 96 معالج محترم في الفئة السعرية دي تاني حاجة شاشة من نوع ibs ولكن بتردد او رفيرش ريت 120 هرتز يعني شاشة ثاليسة هنا جدا 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 تالت حاجة الكاميرا هنا 50 ميجا بيكسل رابعا بالطريع ملاقة 5000 ميلي امبير اور وشاحن سريع 18 واط مش اسرع حاجة ولكن شغال وخامسا عندنا هنا سماعات ستيري او صوت محيطي بيطلع من تحت ومن فوق فتجربة الصوتية هنا بصراحة افضل من كل المبايلات اللي لقنا عليها لحد دلوقتي ولكن عيوب الموبايل ده ايه اولا ما عندكش كاميرا الترويد او كاميرا خاصة بالتصوير الواسع تاني حاجة سيلفي مش افضل كاميرا سيلفي في الفئة بصراحة تالت حاجة ما عندكش مايك تاني لعز الدوضاء واللي بالمناسبة لو انت بتتكلم في الدوشة الطرف التاني اللي بتكلمه هيكون سامع الدوشة دي معاك فمن الاخر العمل الكبرى في الموبايل ده تتلخص في تجربة الكاميرات لو ما تهمكش اوي تجربة الكاميرا السيلفي او الكاميرا الخلفية انها تكون افضل حاجة يعني فموبايل ممتاز وجايب سعر النسخة 128 جيجا بسعر التخزين وتمانية جيجا بايترام 600 جنيه عن 200 دولار فسعر ممتاز 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 على المواصفات دي بصراحة فالموبايل ده هخليه موبايل رائع تاني موبايل بقى ولو عايز تعلق بالسعر سنة صغيرة هو الانفينيكس نوت 12 النسخة الجي 96 من اسمه كده باين ان المعالج بتاعه هليو جي 96 تاني حاجة شاشة امولت بقى مش اي بي اس تالت حاجة نفس الكاميرا الخمسين ميجا بيكسل رابع حاجة البطارية العملاقة الخمس تلاف ميليا امبير اول ولكن الشعن هنا 33 واط خامسا سماعات ستيريو صوت محيطي بيطلع من تحت ومن فوق فتجربة صوتية ممتازة في الموبايل ده بصراحة ولكن عيوبه بقى ايه؟ ما عندكش برضو الكاميرا الالترا وايد تاني حاجة مش تاخد برضو افضل تجربة كاميرات زي ما قلت لكم نفس الكلام على الهوت 20 اس لو مش من اولاواتك الكاميرا فالموبايل ده ممتاز بسعر النسخة المائة عشرين جيجا مساحة تخزين وتمانية جيجا بايت رام ستلاف ومتين جنيه يعني حوالي ميتين وخمسة دولار او ميتين وتمانية دولار تقريبا فبصراحة الفترة دي مبدعة في الفئات السعرية لحد التمان تلاف وسبعة تلاف جنيه فانفينيكس ارشحها سادس شركة معانا وهي شركة ريلمي ريلمي عندها موبايلين ممتازين جدا جدا وموجودين برضو بكسرة في السوق المصري اول موبايل وهو الاعلى سعرا وهو الريلمي سي خمسة وخمسين الموبايل ده جايب معالج كويس الهيليو جي 88 معالج مشغال اقل طبعا من جي 96 ولكن شغال يشغال لك بابشو مثلا عن 40 فريم لخمسين فريم مستريح تاني حاجة الشقة او من نوع اي بي اس ولكن برفريش ريت او معادل تحتيس 90 هرتز تالت حاجة كاميرا خلفية ممتازة 64 ميجابيكسل افضل من موبايلات الانفينيكس اللي قلنا عنها من شوية رابع حاجة والطرية عملاقة برضو 5000 ميلي امبير اول والشاحنة 33 واط وخامس حاجة ودي الميزة الكبرى في الموبايل ده هي ان عندك هنا الديناميك ايلاند لمحبين ابل واللي عايزين شاشة نفس شاشة الابل في حوار النوتش ده فهتلاقي هنا في الموبايل ده شركة ريلمي عاملاها رسميا في السوفتوير الديناميك ايلاند موجودة بيجي لك عليها بقى نوتفيكيشن زي رسائل تعرض حالة البطارية الكلام ده كله بيتعرض على النوتش الزغيرة دي ولكن عيوبه 3 عيوب فقط اولا ما فيش كاميرا الترايديا تصوير الواسع سماعات مونو سبيكرز مش استيريو وما فيش مايك الضوضاء او عزل الدوشة والموبايل ده بقى سعره كالتالي اولا النسخة اللي عملاقة بـ 2650 جيجا مساحة تخزين و8 جيجا بايت رام بـ 7300 جنيه مصري او 7400 جنيه مصري يعني بالدولار 230 دولار ولكن لو تعرف تجيهه من الامارات فسعره في الامارات حوالي 640 درهم يعني حوالي بالمصري 5000 ونص فلوليك اي حد في الامارات او تعرف تجيهه من الامارات او انت اصلا في الامارات فالموبايل ده سعره ممتاز عندك تاني موبايل وده الخيار الارخص شوية وده المطفر اكتر في السوق المصري هو الريل ميتين الريل ميتين لو بتدور بقى تجربة الععاب اولا الهيليو جيج 99 معالج ممتاز في الفئة دي وتريد من افضل معالجات الموجودة المكانش الافضل حشان من نوع امولد ممتازة بمعادلة تحديث 90 هرتز كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل والبطارية اللي عامل اقل 5000 ميليامبير اوار وشاحن 33 وط لو عايز مراجع كاملة للموبايل ده حاسبها لك في الايل اللي فوق هنا عيوب الموبايل ده تقريبا نفس العيوب الموجودة في كل مباريات الفئة ما عندناش كاميرا الترويد او كاميرا تصوير واسع مونو سبيكرز والكاميرا الخلفية مش افضل كاميرا طبعا الحاجة اللي نلاحظها في الفئة السعرية دي يعني الفئة السعرية بتاتل 5000 جنيه ان في تطور في المعالجات هنا ولكن الكاميرات لسه قليلة والموبايل ده سعره النسخة 128 جيجا بساحة تخزين وتمانية جيجا بايت رام ب7100 جنيه نصري او 7200 بالكتير اوي يعني 2225 دولار وفي الامارات يكلفك 850 ريال يعني حوالي 6500 تقريبا فموبايل بتسعير ممتاز وده من افضل موبايلات الفئة بصراحة فشركة ريالمي بصراحة لحد دلوقتي السنة دي وفي الفئة السعرية دي 10 على 10 سابعا شركة اوبو بصراحة دورت على كزا موبايل كده في اوبو بنفس الفئة السعرية دي ولكن ما عجبنيش خالص موبايلات كلها كانت مليانة عيوب شاشات بروزولوشن تعبان وعلى مونو سبيكرز على الحاجات بصراحة بمعالجات تعبانة فشركة اوبو مش هرشح لك منها اي حاجة خالص فاوبو برا الترشحات مع السلامة تام من شركة معانا والشركة اللابلة اخيرة والشركة اللي من افضل الشركات الموجودة السنة دي برضو وهي سامسونج سامسونج عندها موبايلين ممتازين بصراحة في الفئة السعرية دي اول موبايل والنازل رسميا في مصر ولكن لسه تسعير الرسمي مطلعش والسامسونج جالاكسي اي 24 الموبايل ده تسعيره الرسمي برا مصر حوالي 230 دولار يعني بالمصر حوالي 7000 جنيه فبص بقى المميزات اللي هتاخدها هنا وصد السبع تلاف جنيه دول اولا معالج ممتاز واقوى معالج في الفئة زي ما قلنا الهيليو جي 99 واللي شغالك بابج بالمناسبة على 60 فريم تاني حاجة شاشة ممتازة ممتازة سوبر امرد بتاعت سامسونج بمعدل تحديث 90 هرتز فالموبايل ده في نقطة الاداء والشاشة صراحة مفيش اي اي نقطة تنازل تالت حاجة افضل كاميرا موجودة في الفئة 50 ميجا بيكسل معها مسبت بصري وعندك كاميرا قلت رواية 5 ميجا بيكسل في نقطة الكاميرات برضو الموبايل ده بالنسبة للفئة السعرية ومنافسينه 10 على 10 والبطارية العملاقة 5000 ميليا امبير اوار وشاحن سريع 25 وات عيوب الموبايل ده بقى تتلخص في عمين اتنين فقط الصوت وما عندكش مستشعر تقارب حقيقي للمكالمات المستشعر التقارب هنا شغال بالسوفتوير فقط بصراحة الموبايل ده من وجهة نظري هو افضل موبايل موجود في الفئة السعرية دي لحد 230 دولار واتمنى بشدة انه ينزل مصر بسعر 7000 جنيه ما يزيدش عن كده يا غير مني 200 جنيه بالكتير اوي لان هو بصراحة في السوق الاماراتي موجود ب795 درهم يعني 6000 ونص مع العلم ان الموبايل ده اصلا في نسخ منه بقت ميدين ايجيبت ومتصنعه في مصر اصلا فالمفروض سعره مايفريش كتير عن السوق الاماراتي بصراحة يعني ده رأيي الشخصي قد تكون الشركة ليه اعتبارات اخرى ولكن انا عن نفسي شايف الموبايل ده تسعيره الممتاز في السوق المصري هو 7000-7200 زي الفولي ولو ما عرفتش تجيب موبايل ده فالخيار اللي بعديه على طول من سامسونج برضه هو الجالاكسي اي 23 معالج كويس الاسنادر من 680 مش وحش ولكن الشهنة بقى اي بي اس مش امولد ولكن نفس الرفريش ريت اي 90 هيرت نفس الكاميرا ال 50 ميجا بيكسل بالمثبت البصري الو اي اس ونفس البطارية العملاقة ال 5000 ميلي امبير اوار والشيحنة ال 25 واط ونفس العيوب بتاعت ال اي 24 موجودة هنا برضه ولكن موبايل ده سعره الرسمي النسخة الـ 128 جيجا مساحة تخزين و4 جيجا بايت رام بـ 5950 جنيه مصر يعني فرنجل 200 دولار تقريبا فشركة سامسونج بصراحة في الفئة دي قدت و10 على العرب تاسع شركة واخيرا شركة شاومي شاومي واللي عندها واحد برضه من افضل موبايلات الموجودين في الفئة السعرية دي هو الريدمي نوت 12 4 جي الموبايل ده مميزاته كالتالي اولا معالج زي ما قلنا كويس مش وحش الـ 685 شاشة ممتازة 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 من افضل الشرية الموجودة في الفئة السعرية دي شاشة املت برفريش ريت او معدل تحديث 120 هرتز فالالوان وصطوع هنا بصراحة ممتازين و10 على 10 ولو عايز مراجع للموبايل ده سوي لك فلايل اللي فوق هنا ثالث حاجة كاميرا خلفية شغالة 50 ميجا بيكسل مش افضل كاميرا موجودة ولكن شغالة يعني تيجي تحت على طول الكاميرا بتاعت السامسونج وعندك برضه هنا كاميرا الترويد للتصوير الواسع والبطالية العملاقة ل5000 ميلي امبر اور والشاحن السريع الثلاثة وثلاثين وقت عيوب الموبايل ده بصراحة عيبين اثنين اولا سماعات هنا او الصوت مونو سبيكرز وحادي مش سنائي تاني عيب الكاميرا السيلفي هنا اداءها بصراحة ما عجبنيش خالص لما جربت الموبايل ده ولكن بجوجل كاميرا الاداء بيزبط شوي والموبايل ده سعره الرسمي بقى الموجود في السوق المصري هنا للنسخة 128 جيجا بسعة تخزين و4 جيجا بايت رام بستةلاف وثلتمية جنيه مصري يعني حوالي 25 دولار اما النسخة الاجبر وهي 128 جيجا بسعة تخزين برضه ولكن 6 جيجا بايت رام ب7000 جنيه مصري بالزبط يعني 225 دولار بكده كنت استعرضت معك كل الموبايلات الممتازة في الفئة السعرية من 6000 جنيه ل7000 جنيه مصري لو عايزني ارتب لك انا الموبايلات من الافضل للأسوأ من وجهة نظري فحط في المرتبة الاولى الجالاكسي A24 لو نزل في فئة السبعة تلاف جنيه تاني موبايل الريلمي 10 تالت خيار الريدمي نوت 12 بعدين الريلمي C55 والجالاكسي A23 دي الترشحات بتاعتي وده رأيي الشخصي المهم رأيك انتا اكتبولي تحت في التعليقات ولو الفيديو عجبت نستاش تعمل لك على الفيديو وكتبولي تحت لو عايزين ترشحات تانية الفترة الجاية عن فئة مختلفة انا عمر من قناة او بي تيك وشوفكم في فيديو جديد سلام